EFM سان ديجيتال سان ديجيتال مع إمليس ترانديك التسعة وعشرة دقائق على EFM أحلى غاجو أهلا وسهلا سحشيبتكم ومرحبا بكم الناس الكل اللي تسمع فينا وتتفرج فينا على اللايب على اليوتيوب ولا ندخل باش فيسبوك راديو EFM اليوم الصباح 8 يافريل و 18 رمضان كما كل جمعة نحكيو ديجيتال والحاجات اللي هابت تراند واللي تحديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هي في سام ديجيتال من طوال العشرة متعليل إنتم تسمع في سام ديجيتال على EFM أحلى غاديو في لقطة عفوية وطريفة فيديو تعمل أكثر من مليار ونصف مشاهدة ونوالا اسم وليد مهسيس الأكثر بحثا في مواقع التواصل الاجتماعي من دبي يدخل معنا شابيه كريستيانو رونالدو تونسي حسن باللاكحل يعمل ضجة في سلسلة كوميدية خاليجية أكثر تفاصيل جينا بعد شوية من حسن باللاكحل الفلوجة والرسائل واللقطات التوعوية يقلب الموازين ويغير آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا بش يكون كوتكول عبير الزغدودي اقتحام المسجد الأقصى وضرب النساء داخل المسجد من قبل الكيين الصهيوني هذا كوتكول خضر حرب مسك الختام مع فقرة ستار عليك يحذر بحثينا الشيف اللي عنده غرام ما يشبهش للبقية الشيف اللي خارج عن المألوف ما يستحقش الكوجينا بش ميرس غرامه أما يستحق أكثر للتابعة بش يعيشنا غرامه ويذوقنا أبان الميكلات نحكي لكم على دالي التال بيكون حاضر بحثينا بعد شوية هيدا وأكثر في سام ديجيتال متوال العشرة متعليل انسى المبارشة عليك بلكو الأمير في الغياليزاسيون ويقام في EFM TV مولاة الحروبات اللي دي محالة حرب جينا اليوم باللبيض الملائكة خضر حرب هلو هلو صحة شريبتكم إن شاء الله يكون رمضان نصوله والتعادة خفيفة عليكم محليكم لبنات محليها EFM الجو هكا نحسي حاجة فما حاجة سبيسيال شنية هي ما نعرفوش معجبتني كلمة ملك على خطأ أنا ما نعملش مشاكل أنا تلمون هيد ونبعث في السلام والطمأنينة ونألف بين القلوب ما عشي يواتين يا لقب الملك أي يواتيك إذاك علش لقبك حرب يا خضر بحضينا اللي قد الفيسبوكية والمعدة للبرنامج عبير الزغدودي صحة شريبتك هلو صحة شريبتكم صحة شريبت الناس الكل صحة شريبتك خضر اليوم اكتشفتنا اللي احنا محلينا لا لا اي اليوم عندي بزيد محب عرفت الحاجات الخايبة كل منش نحس فيها مناش عالش على خطر يا إناس اليوم لو يتفغي ليجي عيد ميلاد أمي يا إنا برشا 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 كل عام انت حيا بخير يا عيشك مرسيبوكو مرسيبوكو إن شاء الله كل عام انت حيا بخير يا احلى أم في الدنيا انا نحبهم برشا 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 حامل خطر انا منهم محليهم موسوسة تي زيدا بنظافة كما امي اه موسوسة اي بعم مع مانياك عالاخر انا اينا فاتت 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 نحب نقولها راني نحبك برشا وان شاء الله كل عام انت حياة بخير نحب نقولها كل عام انت حياة بخير ليش كون الامك اه امي مرحبا وهي مراه مناضلة ياسر خاتر جيبت طفلة كما عابير وصحونتها قدش من عام ما تدتها برافو ان شاء الله كل عام وهي حياة بخير نجمة ام عابير ازا غدودي نبدأ في مواضيعنا اليوم نحكي لكم على مسجد في مسجد ابي بكر الصديق امام يا ام الناس في صالة التراويح عنده شين يوتيوب يهبط في الفيديو نشوفه في موقف طريف وعفي هو يقرأ في القرآن تطلع فوق القطوسة الامام واليد مهسيس عمل ردة فعل محلها على الاخر قاعد هادئ وبالعاكس ما هبطش القطوسة قاعد يمسح عليها لانها هبطت وحدة فيديو عملت اكثر من مليار ونص مشاهدة في اللي غيزو سوسيو واسم وليد المهسيس ولا بوبيوليغ ولوجو عليه اكثر من 445 الف شخص على الفيسبوك كيف كيف في انستغرام قناة سيانان الامريكية نشرت الفيديو واللي عملت اكثر من 700 الف مشاهدة اللي هو رقم محترم بالنسبة للفيديو اللي يهبطوا في موقع السيانان على الانستغرام التعاليق خاصة اللي جيت من الناس اللي مش مسلمة كانت ايجابية اكثرهم يقولوا محلي صوتوا فيش قاعد يقول فسروا لنا كيف كيف البي بي سي على انستغرام هي زادة نشرة الفيديو وعملت اكثر من 250 الف مشاهدة على الانستغرام كيف كيف التعاليق مجمولها كانت انسانية وبرشا قالوا هذي احسن فيديو تروج للدين الاسلامي في تويتر كيف كيف وليد مهسس اكثر اشتاغ طالع موقع سكاي نيوز العربية يكتب اللتي في الشيخ وليد المهسس يثير الفوذول لمعرفة هويته لقطة عفية محايا ويناليف وبصوت شجي بدون سيناريوات مسبقة كيف كيف قناة الحدث على تويتر كانت هبطت التصوير في الفيسبوك زادة الفيديو الامام والقطوسة كانت تراند جمع هذي برشا في تونس هبطوا كتبوا المسالسلات اللي خسروا عليها مليارات في شهور لم تحقق ما حققه حققه الامام الذي رأف بالقطة بمسجد ابي بكر الصديق بالجزئر وبرشا تعاليق ومكثرها التعاليق كانت ايجابية كيف كيف نشوفوا تصوير الامام والقطوسة اللي عملوا لها زادة كاريكاتشوغ الكاريكاتشوغ دارت برشا على الفيسبوك وبعد الضجا هذي الكل برشا كالعادة كل موقف يصير عليه غيزوسوسو يحكيوا عليه ويركبوا على الحدث المرة هذي الامام يهبط فيديو ويقول اللي حاولوا ينتحلوا الشخصية متعوك ان هذا الفيديو نسمعه وشنو عقال وسيلة اعلامية ولن اصرح انه ما كانش امر الذي يصرح به الامر عادي وعفوي ان شاء الله تبارك وتعالى او اوضح توضيح اخر بالنسبة لمن ينتحل اسمنا ومن ينتحل الصفة الشخصية لنا بان هذا الامر حسابه عسيرا عند الله تبارك وتعالى واوكد اوكد اي انسان يدير صفحة باسمي والله حساب في الفيسبوك والله في تويتر والله في تيك توك والله في انستغرام بانني لا اسامحهم عند الله اني لن اسامحهم عند الله هذو ما ليحبوا يركبوا على الحدث وينتحلوا صفة الامام بعد الفيديو خذراش نو اقولك اكيد راهي عرضتك ميليا لونوس مشاهدة اكيد ركتفارشتك على الفيديو كيف شفتك اه فيديو لحقيقة سمباتيك على الاخر محليها خاصة اللي اللي اجلب امتي به انو التعامل الامام مع القطة كان هكا حنين ما ما تخليها على راحة حتلين هبطت وحدها والقبلة اللي على خده زيدها هل مدني برشا اتبقى ايو مايش اول فيديو هذي يتصير معناتها في الفيديو اي جيت في توقيت اللي اشان نقوله لحقيقة ما هو من ما نبدوش نراوغو عنا مدة كبيرة ملي الاسلام ولا نشوفو فيه كان عنف عند البياسوغ في العالم اللي ماتا لي روجوا للاسلام اللي يحبوا عليهم أن الإسلام إرهاب الإسلام عمف الإسلام عباد متزمت عباد ما ترأفش عباد بيسوع غذية الظهر اللي يوريوه الناس اللي تروج في صورة خائبة للدين الإسلامي وهو بريء منهم ومن هذا الكلم اللي قاعد يتقال فوقتي يشوفوا إمام ملتحي بالطبع اللي في جبينه بالجبة قاعد يقم في الناس يتعامل مع قطة بالطريقة هذيكا تجيهم بيزار خاتوا ما يستخيلوا للمسلمين نقتلوا في الحيوانات نذبحوا فيهم ولا نكلوا فيهم سميوا حتى أبي هوريرا اكزاكتما ونقالشي لاخر نتعامل عاملوا فيهم بعنف دين الإسلامي بالعكس ما خليش كائن على وجه البسيطة ما عطاهش حقه وما تكائن أي كائن خلقه ربي فهو معزز في الدين الإسلامي تبقى ما هيش هذي الفيديو الولانية يما فما بارش يما ما تتعاملوا مع الحيوانات وخاصة القطة بنفس الطريقة وقرف وحتى في الديانت الأخرى نفس الحكاية صارت ساعات حاجات تضرب خذرة وانتي ما تقرأ ليش أحسابها مع تفيديو هذي ووصلت المليار أكثر من مليار ونص مشاهدة هني قلتك التوقيت التوقيت وما نعرش ضربتك هاو الفيديو وانتشرت في العالم وحتى لي مش مسلمين يسألوا محليه صوت والنس لكل التفقوا اللي هيا فيديو ياسر مزيان عابير انت سأكيد شفت الفيديو شفت الفيديو وبرتاجيتها في الانستغرام ومحليها برشا ما جوز حاجة يا إنس محليك لما خذرك حكيت قالت مش في بيلهم اللي الإسلام معناها عنف وإلا إرهايب وإلا اللي هما في مخاخهم أما راهو زيد عودت يعني فما عبيد عودوا هبتوا باجيت عودوا هبتوا اللي هو زيدة فما مسيحي كان وقت يعني قاعدين في الكنيسة وطلعت زيدة قطوسة وصوديزون معناها حتى إحنا رو بيهين مع الحيوانات مشكين المسلمين ديما نرجعو هي كل واحد يضرب على الدين دعو وكأنو رو معناها هي اللي ساري إنس رايح حاجة محلي عفوية ولا هي نجحت ومشيت على خطرها سبنتاني وراهو زيدة فما الشيخ مصري زيدة هبت شادة قطوسة هكا يبوز فيها لأ مصد وصيبوها معناها الشيخ زع ما يعني كيفو كيما الإمام وليت ما فميش حاجة يعني توصل للعبات كين ما هيش عفوية والعبات حبوها وبرتاجيوها والكل على خطر ظهر الرجل سبنتاني بربي يسعيبو وإن شاء الله لابس هو كيف ما قلت أنتي إناس تعرض الوعكة صحية إن شاء الله لابس يا رب وقت اللي نعملو في غير الشيخ على اسمه هذا يشنا وقلينا قلينا لي هو تعرض الوعكة صحية ومشي للسبتار تنسيون تحتلو نحب نختم بحاجة بركة في الموضوع هذي كن من تكون ديين تك اللي تحب أنتي وتعامل مع الحيوان بلطف كن إنسان وتعامل مع الحيوان بلطف نمشي وتوى للدوبي نمشي والدوبي وين شابيه كريستيانو رونالدو يشارك في عمل خليجي سلسلة خليجية اللي هي زيدة ضربة برشا هننشوفو فيه نقولولك أهلا وسهلا ساحة شريب تكحسن بالله أهلا وسهلا شكرا سنحويلك هنتي ناجم توا في الخليج ولا كيفيش ولا منقبل الناجم يسخيلو كريستيانو توا وليت معروف حقا شوية بعد نخل تخيبيه شنو أحويلك شعمل فيك الغربة سابق أنا مراحبود ولتوني ساعد آه يا تخيبيه تخيبيه نتصور من المتاعر شتبدأ وانتي تصحى حكاية ولعبية تقفلك وتصفقلك سخيلو كريستيانو أما الاسمك جورجينا معاك ذول لا أحكينا حسن بالله كما قلت قلت شارك في سلسلة خليجية اللي توا عاملة ضجة واسمك زيدا قاعد يتور اسمك تراند في الخليج كيف جاءت الفكرة وحكينا على أكثر سلسلة الخليجية بشتوين سليمون شو يتبعوا فيها يوالي ويتبعوا فيها هاوك مريق قلبي بوه أنا الحقيقة هي جاءت معنات الفاغة جاف أه فما أوديشن ونعرفك أنت غسية أنت وتحبك اللي تتخل في الدمين ذاية متاع الأكتين وكل قلت لعليش لي دونك بعثت لهم تيبي متاعي كلمتهم بعثت لهم نساور قالوا لي احنا نلوجوا على واحد معناتها يشبه السيليبريتي ويكون عنده نفس البرسوناليتي كما كان رولاندو قلت علش لي هنا فزي خليني نصدر والحمد لله كلموني بعد وازدمت اللهجة الخليجية يعني ولا بشتمثل بالتونسي سيكت كيفيش بون أنا ذهور التويكة في حلقتين فما حلقة أنا سيكت فيها جست معناتها صار فيها السيناريو أنا والربيتر الذي كما تكلمتش فيها والبرتية الثانية كنت نحكي بالانجلي وإحسن أنت من قبل يقولوا لك يعرضوك في الشرع يقولوا لك يصير تشبه لكريستيانو رونالدو ولا هم اكتشفوك في السلسلة وبالمكياج تتبدل الملامح بالطبيعي المكياج يبدل برون هي الحكاية قبل من دبي عند دونس ومن الحقيقة لم يكن برشا الناس كانوا يعرضوني سفار كعبتين وكعبتين 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 من دميل حتى لتوار من دونس ويقولوا للي معناتها برشا كل ما نطلع في فول وكل استيوار مي اكتشفوك اكتشفوك حسن قولي اكيد خدمت عليها برشا شخصية كليستيانو رونالدو كيفش يتحرك ليتيك متاعو خدمت عليها هكا ولا بطبيعي بطبيعي كيف خذت منك مجهود ووقت بطبيعي انا لحق فان بي مش حد مهوش فان كليستيانو رونالدو نحن نحن هم 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 بميسي يتكون فان بكريستيانو كتاب تحب هم كيفش خدمت عليها حسن دونك تفرجت فيديو ودونك حاولت اني نقلدو ونمت شوية حاول خيب وشوفنيك في ايتيب العربي الفيديو الاعلى مشاهدة كيف كانت ردت العائلة والاصحاب والدائرين كيف كانت ردت الفعل ايه والله انا ما كنتش نحن نحن في الخدمة كانوا فرحانين فرحانين دارنا بطبيعة الفمي فرحانين كيف وصلت للإقناع وصلت تقنحهم اللي انتي بالحق كريستيانو يحسوك بالحق كريستيانو رونالدو انت الموجود الموجود كم لا عائلة العائلة والاصحاب ما قالوا لك خطر ومعرفتي في الناس الذين تعرفت عليهم في الخدمة ومعنى انت الحمدول لربحت برشة الناس في الدومين وكل وفرحان معنى انتها بيهم لا تتكامل لا تتكامل لا تتكامل لا تتكامل لا تتكامل اي والذي نعرفه الذي كريستيانو يعيش في السعودية وهو عمل خاليجي حتى ما اسمعشي هكا اصدق اسمعشي اللي يفهم شبيه كريستيانو رونالدو يمثل في بلاستو يتقمص الشخصية متاعه اوه اسمعشي اللي هو اسمع اوه اي انا دجاء دقاء دونابنا نكمل قد نحكي نتيجة كما قلنا هوا تتعودية وبعض بشي اسمع كل شي نعم السبب تنجم تكون انو بعض نظران اي ريسيف دقالة قلنا احلنا نستني وممكن تمثي حالينا نستني وممكن على السلامة جيد وحسن نيوي تكمل في التنثيل ولا تتكامل فالتجربة وبشتوفة على روح حسناً تومي و من التعالي في تونس ما تكن كلمك و تكلم معك أو تدعك على زر ما تسمعوا بك في تونس؟ لا نزيد لحقيتنا. نحن و لهم. شاء الله نكونوا مبروكين عليك. إن شاء الله. شاء الله. ما تريد تقول للشخص الذين تسمعوننا؟ و ما تريد تقولهم لذين يتبعون هذه السلسلة؟ وهذه السلسلة؟ ما اسمها؟ اسمها ستديو 23. تعتقد تصنيف تقول لهم. مرحبا. حسن، شكراً. ما تريد تقول لهم؟ خليوا كلمة الخيطة. أنا جوجت حب نعمل دي كانت لومي بابا هجر الغربي ومضر باللاكحل. أصحابي وحبابي برجار حبكم برجار. مرسي للناس اللي دي ما سيبوكتين من كل. والناس اللي تحب تتفرج في الكواليس والسيقونت اللي حبتوا على المبسي وكل. تجم تابعوني على انستغرام. احسن باللاكحل. ممكن ما تسمع فيه كاي. حبني وستو بكيبوكو. تخي بيا كان معنا احسن باللاكحل من دبي حكينا على الباساج متاعه في سلسلة خالجية اللي هي استوديو 23 واختاروها على خاطره شبيه كريستيانو رونالدو حظ موافق احسن باللاكحل. دونك بعد خلينا نتعدي وتوى للكوتكو غم تعابير الزغدودي اللي بيشتحكيننا على مسلسل الفلوجة والرسائل التوعوية اللي يعدي فيها المسلسل اذية. بعد ما تعرض الهاجمة وبعد ما صارت عليه ضجة كبيرة خاصة في حلقة تولولة يذولي تقلبت الموازين والاراء تقلبت تتغيرت والناس تواوليو يقولوا تيان مسلسل الفلوجة هوكا يعطينا في رسائل توعوية عابير الزغدودي. حبيت نحكي اليوم إيناس على مسلسل الفلوجة اللي في الحلقة أثناش من مسلسل هيدا بعد ما ماتت مرام بأفردوز وقت اللي استعملت حربوشة مخدرة فما فيديو عادته المعلمة لتليم ذا بيش توعيهم وبيش تفسر لهم المخاطر متع يعني المخدرات. الفيديو هذية كانت تحكي على عصفور مدمن انه في كل مرة يعني يشيخ بلغتنا ويعاود يرجع الحاجة قاعد يستهلك فيها يعاود يشيخ مرة أخرى. لكن بتويل المدة اللي بدان قاعد يتعب ومعاش يتجاوب معاه لنوصل توفى العصفور هذية الفيديو. ولقطة هذي داروا برشا على غزو سوسيو في تونسو حتى في العالم روزيدا حكيو على هما حكيو نحب نقرأ لكم ساعة وينسا شنو قالوا على الحكاية هذية. أما بربي جوز حابت قول يعني أنه هي أول عباد يعني حكيو على الحكاية هذية. فما سلمة اللي قالت فوالا معناه هذا اللي نحب ونشوفوه يعني اللي أنه بالنسبة لهم هما حاجة توعوية قاعد تتعدى. قالت اللي تعديوا فيه الزطلة وكل شي عمرهم ما كانوا فخرة ولا فازة بشدس بها فازتك قدام أصحابك. نعيشوا في وقت اللي بدنوا نظيف راو صغير ومش مخالطوا معقد. الشيخة عمرها ما كانت فخرة يا ناس. وفما كموطيق آخر اللي قال أول حاجة يلزم محاسبة لديلر الكبار اللي دخلوا فيه لتونس ومبعد يلزم التوعية والبدئة للشاباب. وفما اللي قالوا برافو سوصل الجمني ما وشتر شعب التونس يحبوا يقطع البث واللي عملوا شكوى ومحامين وسلطات قضائية والناس لكل. يعني بما أنه توك يتفرجوا وافقوا بهذا الكل. أكيد كيف ما قلت أنتي الفيلم هيدا هو للرسام المنتج الألماني أندرياس اللي هو كانت ناول فيه وحكي فيه على موضوع الإدمان. زاد اليوم ما حابت نحكي على لقطة كانت وإنا جاية معناه نتفرج فيها. ودبما وصلت قلت لك إنسرا ويظهر الفيسبوك قاموا قعد على السيكنس اللي تعبت. صحيح وإنا مين باتفرج فيها حلقة اليوم خاتر جيت بكي. كإنا جيت نحكي لك أنتي قلت لك آه تصويرها ريتها ديجا. دونك هي تصوير الوقت اللي يلقا ورحمة اللي هي مخطوفة وهي ولدت طفلها ماتت. دونك أعطاول بوها وأمها الببي اللي توفيت في كاردونا. ونتفكروا شنو وصار. يعني رسالة مشافرة وشنو وصار دونك دارت برشا تصويرها هذي. ليش مشافرة برشا لحقيقة. ليه رسالة مشافرة لأنه هي مثلا ما حطتهش اللي هما قتلوها وإلا حاجة هي طفلة ماتت طبيعي وعطاوها في كاردونا. كيما وقت اللي ما دو صغيرات في الكاردونا. دونك برشا تفعلوا على الغزو سوسيوش وفناهم حتى هبطوا التصوير هذي كيفما قاعدين نشوفها تصوير تبوه رحمة والكاردونا. دونك فما برشا حاجة قاعدة تهبت في الغزو سوسيوكي في مقرنا المسلسل اللي هو تراند من الحلقة الأولى. وما زالوا فيه هاي دولي ثلاثة حلقات نور ماليو من الحلقة سبعتاش. ما زالي ثلاثة حلقات عشين حلقة فيه. ما نحكموش على الكتاب من العنوان ومن الغلاف وكل معناه ما نحكموش على المسلسل من الحلقة الأولى اللي توا هايكت قلبة الأرى وفما شكون زادا يعتذر يقول عذرا اللي نحنا حكمنا عليها من الأول. كوتجول خذرها حرب بعد شوية اقتحام الكيين السهيوني أثناء اعتكاف المصالين ضمن المسجد الأقصى وضرب النساء داخل المسجد. إن شاء الله ربي ينصر اخويننا في فلسطين وإن شاء الله حقهم معنا شاء الله ربي يخذلهم حقهم. أمال كوتجول متاعك خذرها خليوها بعد الفاصل فاصل غير ونرجو معكم. تحب تسوق المنتوجك مشروعك الفكرتك EFM.com تعطيك الحل فريق من المختصين والخبراء على ذمتك يوشهوك يعاونوك والفنية النجاح يزوك إشهاد كونسبسيون أوديو فيزيوية سبوت غاديو إي تلي ماركوتينك ديجيتال إفنمانسيال وغيرها من الخدمات كلم EFM.com على 70-016-021 إنتم تسمعوا في سام ديجيتال على إي فم أحلغة جود على إي فم أحلغة جود تسعة وثمينة وثلاثين دقيقة ما زلنا مواصلين معاكم حتى للعشرة هذي سام ديجيتال خذرها نرجع معاك الكودغولمتها كما قلت باش نحكيه على اقتحام المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى سمحوني ما هوش حاجة جديدة يعملوها الكيين الصهيوني كل شهر رمضان هذي عادة بالعوايد والليت وما همش مقصرين أنهم في أي مناسبة وإلا أي عيد ديني أو احتفال ديني تحتفل به الأمة الإسلامية يحاولوا أنهم يبروفوكيوا المسلمين ويبروفوكيوا الشعب الفلسطيني وخاصة أنهم يستبيحوا الأماكن المقدسة أنا نحب نقول حاجة برك فلسطين كلمة كبرنا عليها وقضية ارضعناها في الحليب فلسطين كلمة كبرنا عليها وقضية ارضعناها في الحليب القدس عاصمة فلسطين حفظناها كما حفظنا هلموا هلموا لمجد الوطن بكينا مع أخبار الثمانية وحذرنا على عرب اللي يتلموا ويعودوا يتلموا ويزيدوا يتلموا بش في الأخر ما يعملوا حد شي جزت يعربوا عن قلقهم أرض مسلوبة شعب مخصوب مقلوب في أرضه وهيت كين له عرضه على قل قبل كنا نعرف ونفهم شنية هالقضية أما جيل توا زا ما يعرف شنية القضية الفلسطينية عاشت فلسطين حرة أبي عاصمتها القدس وأرضها عربية إن شاء الله ربي ينصر إخويننا في فلسطين وحسبنا الله ونعم الوكيل نخليكم مع أنا دمي فلسطيني أنتم تسمعوا في سام ديجيتال على إيا فام أحلى غاديو التسعة وسبعة وثلاثين شنحوالك دالي شعن فيك رمضان حمد الله حمد الله شعن لي فيك الطبيعة لا بس طبيعة كان قيناها نضيفة نبدو فرحانين كان ما قيناها نضيفة نضيفة موضوع كبيرة ذي تحل تويتر أحنا ما نشيسر تويتر في تونس ونما تحل تويتر تلقاه هاشتاج أنقذوا المسجد الأقصى شوفنا حتى برشا مشاهير كانوا تفعلوا أقل من العادي معناه اللي كانوا يتفعلوا فيه فما مسعود وزيل فما نصيب زيتون فما برشا كانوا هابتوا وراو أكثر عباد كيف ما قاعدين نشوفوا مسعود وزيل أكثر عباد قاعدين نتفعلوا مع القضايا الفلسطينية هما الشعوب العادية يعني الشعوب كيف ما قلوا أحنا اللي مش مسيسين مش سياسيين مش فنانين مش اللي يخدموا بها دونك القدس عاصمة فلسطيني الأبادية هو أكثر هاشتاج قاعد يدور تاوى خيب يا بي مرحبا من جديد دالي ساحة شريبتك شنحوالك دالي أو درس هذا كونسبت شوفوا فيه في إيفم دي فيديو يهبتوا دالي يطيب في الطابعة ما يشدش الكوجين طيب الطابعة الكل يطيب في الطابعة في قلب الطابعة مش طيب الطابعة يا خدري يا إنيس كان جيت تتبع في الباجن تاعة ديو فيما رأيت تتفرج في الحلقات يا ها ماينا باش تبع فيها خاطر خليني سيكتا طم بعدنا تفهمنا وياها في الأوف دالي مايش تبعنا هي سمحني ماينا هي ما تعرجش اللي هو ما وجود في راديو لاي دالي نعرف الكنسبت ماينا حبيت نتفاكش يخيما حرقوا لي يتفاكلي جامتي قلت الطيب في الطبيعة قلت طيب في الطبيعة الكل بالعكس مرجوني هنا مش نشير روح توقح هنا بديهم عذيفنا ها مروحة عند دي ما روح الفوكاهة وروح الدعاء بذيك عليش شفناها سناء كسرة الدنيا في سيتكم في غال هو هو الاسم والأقب يقول اللي هي حربية حربية خيبيا اي دي مش كنا قط في سباح النور وكهوي ونحنا مش كنا نبدو نحكي ومعلا في تامتي لا لا انا مليش انفيتي انا ولد انا ولد يحضر معنا بعد انا ريونيون بعد ما نكاملوا لاميسيون بايه داكورت دالي دالي او الدور دالي او الدور اقديم عنده تلاثة سنين اه بدنا الفين و ثلاثة سنين التالي اه نمشيوا للطبيعة اه نحاولوا نعرفوا بالبلايس اللي هي مش م مش معروفة مش معروفة ومش ما فيه ما هيش اكسيسي بالبرشة دونك الفكرة كونه اشن هو هو الكوجينا والطبيعة نجموا يمشيوا مع بعضهم بالكدي بكدي او كبشي اني بعدهم مكله بلاستيك و حاجة تذكر معنا قلبك القلبك مع بيانا جينا زي دالي الحكاية ديك دالي انت غرامك كذي يبدي معا الكونسب معت تلاثة سنين التالي ولا انت منقبل تمشي الطيب في التابعة وكل امجس ما تساوش انا قلتها برشة مرات هو هو اشن هو الغرام هو الغرام بالكوجينا ذيكا بتبيعتي مهنتي كوجيني البلايس نمشي له مع خطر نمشي نصات في البحارة ذي قلتها برشة مرات دون قلت في الكورونا ما عندي ما نعم قلت عليش ما نعملش حاجة خارج على المألوف وموجودة هي ماهش في الكونسبت ماهش احنا الولادين ولا الاخرانين خالي كل واحد يعمل من ياخو الزاوية اللي هو يحب يعادي بها سوى المطريال اللي يستعملوا اللونغ بتاع التصويره باش نسوقوا هو في الاخر تصويره لتونس معناها وليبلا مكثرتهم معناها خمسين في المائة وينسا وخليني خلي حاجة لولادي على أقال نغرمهم في محتوى نظيف وهدف اكتشوف احنا تاوي في عصر ما شاء الله معناها المحتويات كتبدأ حاجة نظيفة ما عليهاش بارشة فرجة راو ممش سيه راو ثلاثة سنين باش توقع تقاوم باش باش توصل وتلم او تلمع ارقام خاطر هو رسميلك تحب ولا تكره اذا كان مفهمش سمع مفهمش ارقام اطبع اه سلتا مو تفشل معناها فهمت وفهم ارقام حمد لله الحمد لله هو الحمد لله اللي اكتشافت جات من برا هي اللي عرفت بالدالي في تونس كيفش صفحات صفحات من من البرا اه انت اكتشفوك دالي مش في تونس معناها من البرا اه من البرا من البرا انا في تونس وقت يشافوني تونس تاست لايف وش موالي ولي عجبتهم برشا فيديوات خذيو برشا فيديوات انا حتى قلت بالك الاخذيو اللي بلاتوين سمالي اخذيو توسكي طبيعا انتع تونس البحر الغابات الجبولات خذيو وركبوا معهم وصيغمان را متفاجئ وقالولك هاكا في تونس عندكم تابعة مزيينة كما هاكا بالحق لا انا حتى كنت ندخل نقرأ ونشوف نتفاجئ انهم بارشا اجانو بخاطر هما هما الاكثر اللي حقيقة معناها صفحات كبيرة يتبعوا فيهم ربعين وثلاثي مليون دوم ندخل نقرأ التعاليق انهم متفاجئين والطبيعة دي كان موجودة في تونس خبيع كنت تفرجوا في الفيديو متاعك الحقيقة تبارك الله عليك الطيب وتصنف وكل اما نتصورك مكش صديق الطبيعة دالي على خاطر لنتصور بعد ذلك الكل باش تلم لازم كديس هش بلاستيك وكل ماني صديق الطبيعة اينا انا كنت تفرج نقول اعم بعد ذلك فش نعم اي قولك هو الحقيقة من ما فمش برش حاجة باش خليهم انا في الطبيعة على خاطر عليش انت تستعمل في خضرة الخضرة كي طيشها في الطبيعة اي 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 انا نستعمل في اللوح وسكينة والقواني نحاس ما يطيشوش انا انا نطيب من الويت ونقصل في العين وكل شي من الويت معنا نبدأ على البحر اهو كنهز معايا دبوز اما باش نطيش انا ينقصني في الفيديو باش نحسس العباد اكثر اني ما نصورش الحاجات السلبية اللي نلقهم عليش عخطر نحب نعادي كان التصوير المزيانة اما كان كل فيديو نصور نعادي في الكوليس اي في الكوليس معناها حاجة حاجة ما تتعدى ش لحقيقة مش ما تتعدى ش ما حاجة توجع تولي نولي متنقذ كيفش تعادي في تصوير مزيانة وممتو تعادي في تصور الخايبين فهمت معناها عادي باش نصور فيديو اخر فيديو معايا كاريم كوكي نواجه لتحية ونيدر شقرور صديقنا ونيدر زيدا صديقنا نص ساعة قبل ما نديو نصوره نحضره في السين نص ساعة ننظفه ساك كبيرة ساك جودي نصفه لقيتو معنا لقيتو معناها وانا مشيت لبلاس على اساس باش نزيد نعطيها اشعاع باش يشوفوها لبرة ويشوفوها حتى برشة تونسل اللي هي شلال عيني ميزر اللي برشة مزينوا ما يعرفوهوش انا اتفاجأت الكم ما ذيك خطرنا صورت في فيديو قبل وبعد عودت رجعت صورت في فيديو اخر بعد ما صدقتش كيفش تلقيتو هكيك للحفاظات البلاستيك سانيه دالي هاني رأى في الباج متاعك في اللايف عن يوتيوب لوحة فنية ومعبتن لتصويره باشنو بلاستيك وشاي هذيك في المرسى هذيك في العاصمة في العاصمة في العاصمة هكي موجودة هذي هذي كله هذي كله مليساشي والبلاستيك اللي موجود في بلادنا لحقيقة نجم أنا 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 عندي قفة رأى في كرهابتي عندي قفة أما مستعملش ساشي مقاطحها ديما عندي قفة في المال كرهابتي باش نأخو خبز باش نأخو أي حاجة نحط في القفة ساشي هذوما أنا ثلاثة سنين عانيت من الملويلات وين نمشي فماشي بلاسة حسي لو فهم بلاسة نور موت قفهم كان حيوانات ثعلب حلوف فمت نقفهم ليسا شي معناها باش تشوف معناها حتى دوما كان يدو في الماء زيدا في البحر مخترين برشة على الحيوانات وعلى الأسميك وكل شاي دي في الماء بلاسة صورت فيها زاد عامنا وفيديو وخسار أما صورتها لا أريد أن نعديها خطر حاجة توجع وحاجة خاية لا مسايا عادين دالي رأي يمكن هذا في المستقبل أنا أقول لك نمشي على 30 سنتي بلاستيك في مساح 100 مترو بلاستيك البحر خرجهم من البحر 20-30 سنال وكما الفرش بالبلاستيك ملا دالي نحكي معك على الكنسيبت حكي لي قديش تخو منك وقت الخدمة نشوف نحنا كنتفرج في الفيديو الفيديو تقعد 8 دقائق أو 9 دقائق يقول لا يمشي ينستل يروح كاميرا ويصور كها أما نتصور رأها ببارش خدمة ببارش تعب قبل ما نبدأ هنا نحب الوجه تحية المهدي بالراضي ديركتور دانتين اللي هو ما ترابلس يقول أكثر واحد تاعب اللي هو خالد المسعدي نوجه له تحية اللي هو الكادرير اللي هو مسكين في المطر في الثلج 48 ساعة في عين دراهم ثلج معليها موش سهل 48 ساعة باش خرجنا 4 فيديو فقط على عذية جواب عن سؤالك باش تخرج فيديو 105 و 8 دقائق ساعات توصل تصوره في 8 ساعة خاطر انتي تتعامل في كل شي طبيعي تشاعل نار تلملح تب وتتعامل مع الطبيع نجم مثلا تصور انتي كيفش تشاعل نار والفلج تصوب باش تاخو من نخبر شاو وكل شي نصوره فيه ريال معناها مانيش نعملو في برنامج تلفزي اجبت حاضر حطو عالطاولة دونك أنا قاعد نعيش في مغامرة كما هي ننقل في الصورة كما هي كي تدو تفرج في الفيديو مثلا مش كلام فمش حد شايف فما تصوير فما عصور يزقزق فما الماء يجري دونك نحب نحاول يقولوا لي معناها تكلم ولا حاجة أنا نقول من زي تحت الشيكة مش نتكلم رسيتا كواضحة نحب نعايش كي تدو تفرج في الفيديو تحل الفيديو من اللي يبدأ لليو فأنتي عاش تود داليا يدهون المدام يبدأ كونسيبت متاع كوجين أنا تصور الشهارات والشاي عادينا في داليا ودور شنو الشهارات معنا بشنز دابوز حليب المقارن والحليب والمي والزبدة كل شاي نشكر الشركة ذا نشكر الشركة هو جيسي يقتل بضحكرة ما تعمل حد شاي وساعات تصورني كوجيني متخبي الماء خارج مننا الحليب خارج مننا والسكر من هنا كل شاي مي مفهم روسيات ومفهم السيد اللي قاعد الكوجين اللي قاعد طيب عليش هذي كل من الإشهارات معنا في داليا ودور تصور روحي حتى كنا مستحق الفلوس بش نعمل حاجة كما اللي قاعدة تتعادى في تونس انتي ضد الاسبونسور ضد المتاخرين نصب مية فولين طوا بش نزيد زيت ايكس معجون ايكس فولين فولين يجي نقول لك حاجة يجي نقول لك حاجة ليش هار رو تطور برشا ولا ذكي برشا ريو ليت حاجة معاش تتشاف راو نقول لهم حم نقول لهم حاجة ما يتفرج فيكم حد برامجة التلفزة كيف تحطوا اللي برودوي بالطريقة هذيك راو يجي نقول لك اكبر الماركات العالمية وعمرهم يسميوه انتي شوف الدبوزة ماء تعديت قدمك انتي ريت لسم سيبون اذيك احسن حاجة تعديت هي قاعدت في مخك انتي تيقب يشتاخد الدبوزة برفن وجي السيدة بدي يحكي لك عليها هوي مجد انا متأكل اني ما كشبتاخوه علش على خطر هو دخلي قاعد يحكي لك في المحاصن متاحه لو فات انك تقاها ويقفك كيف تفرش دونك لازم البيب تكون افين ليه احنا طريقة احلى وافين وافكار احنا يجب يفسخوا كل شي انا عندي صاحبي نقاهم تلع ستوري على انستغرام نوجهه لتحية امين سحراوي امفليونسير تبركل عليه قاعد يختم في خدمة لتونس في دبي ما شاء الله ان شاء الله ربي وجهه خير امين سحراوي قد عن حكاية الاشهار قلم والله راني ما نتفرش فيكم رو كيف يجي اشهار بالطريقة هذيك رو عندي بريكة نبشي نكمل نكملها يوفى الاشهار بتاكم نعاود راكم ما فميش مزدقية في الاشهار وبطريقة يسر خالبة سامح فهمت ما وقفك به دالي ما زلنا عنا برشا ما نحكيه معك جوس نخرجه فاسل صغير ونرجع معك انتو ما تسمو في سام ديجيتال على اي اف ام احلى راديو على اي اف ام احلى راديو تاول 9 و 51 دقيقة ما زلنا مكملين معكم حتى للعشره متعليل وضيفنا الشيف دالي التالبي اللي عرفة بدالي او الدور دالي بي اسمعني ذالي انتو اكثر شيف وطبيخ ما تتقلقش كيقص الضو ولا يقص الماء الكنديسيون اللي نعيشو فيهم تاو ذالي ما تتقلقش وكما انك نتبيع دالي او الدور حتى في دالي ما تتقلقش عندي كانون عندي حاجة معاني نعملها من انا حاجة نحس روحي مغروم بها عليش قتلك كان 2017-2018 بنحكي لك الطرفة نقول لك عليش هربت من الكوجين وقتا نخطي في اميسيون في تالبز تالبز اللي علينا في اسم انا نصور في الحلقة لولا بدينا هكاية تعطينا المخرج بجنبي الانيماتريس والسيد الواحد من المستشارين خارج لي بالجيجة ما غاديك احكي على الجيجة احكي على الجيجة احكي على الجيجة كريمون هذه الحلقة لولا اول خدمة لي في التالبز قلت صارة هكاية معانا اول واخر حلقة تخدم في كوجينة بجنبك اني ماتريس فم عفكار يزمك تحكي عليهم وتتجاوب معلين الماتريس والسيد مقابلني ورا الكاميرا البرنسيبال شايد فيدو الجيجة وعملي الجيجة الجيجة لا تنسيش الجيجة هذا هذا جاوبتك تكمل على الاشهار اللي كنا نحكي عليه دونك انا ما تقلقش نادي سفرحان على الاخر الساعة البارة شتيت صب ما فاماش ما ما فاماش ذو ما يقلق الظروف اصعب اصعب ظروف عشتها دالي وانتي تصور في فيديو ما منسا زعم فيديو ذي كمتاع عند راهم وين الثلج وكل وقت فما هما ببرشة هو اكثر حاجة تقلقني كنا دا نصور هو الريح علش بشي يفسد لي تصويره ويبدأ فما الريح يقلق في النار تولي تمشي برش علجنب هذا اللي قلق هما ريح ما يقلقني اشتها ما تقلقني والثلج والله يراو ايجا نقول لك انا الحقيقة عمري فقلار بعين سنين ومو ما حبيت نعيشها وحاجة سم في بليزير علاخر الثلج قاعد يسوب وانا لابس قشابا قشابا ما ترمز كالتونسي على فكرة فما شكو وقال عليش لبس قشابا وانتي في الثلج شنو بش نلبس وانا تونسي اكثر حاجة ترمز اكثر حاجة ترمز اللي انا تونسي مش كيشوفوها لبرة قشابا معناها حتى في هذي نبروا عليك يلا يخليو الكنتونيو وخليو والله قالوا لي فزد التصوير بتاع تونس فزد التصوير عن درهم ولا لقيت حاجات كما كي انا من اللول والله كنت نتقلق على الاخر تعرف من اللول الكنتونيو ما فاهموهو فاهمش كون بارشا يخي نهار كل ما عندك ما تعمل في حياتك توري فينا في الماكلة يخي مش تاقين للماكلة شبهم اخذيو الكنتونيو ملولة ملولة خطر وقتها انا مازلت منيش فاهم شمعناها الديجيتال وعليش انا مشيت لديجيتال هربت من التالي بزاولة بعد نلقى لي كريتيك من نوعية ذاية نهار كل توري فينا في الماكل ما عندك ما تعمل كان مشيت عملت حاجة اخرى انا والله اراني نخطف مم وهذا كان اعمل فيه انا قلت لك لثلاثة حاجات انو بشخلي حاجة به على قل ولدين هاريخة منجبش خليلهم دارو لكارب اخليهم محتوي اخذ معليم ولديكم مغرومين ايمان تيوه معي يخرجي صوره معي اسمعني دالي ونتصور بين غرامك وبين الطبيعة معتنتي مغروم بالتاتيب وتمشي الطيب في الطبيعة انت تحب تعديلنا ميساج سنو راك ما صورتامش للي فيديو اكزاكتبا شو ميساجك شو تحب تعديل هو اول حاجة نواريك في تونس انتي كيريت فيديو قلت هذي وين اه دونك هذي فهمة بلايس بارشة بلايس انا قولت تونس راوما ما يعرفو هش بالقديع تريكن اللي فيها ما يعرفو ما سيطولي في العاصمة مش معروفة انتي شوف الالفتير اللي قاعد يتعادة في عندراهم شوفك اللي الماء والدنيا حيات النوبة يعني انتي كليست اجل دونك المثال اتفرجوا خاطر فيديو يسر معينة القدر يسر معين البلان يسر البلان تكوب يسر معينين اه دالي تحية الخالد في الويد يسيقنا قاعد يصور اي 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 يسيقنا هذي هذي انا بالنسبة لنا التصوير الصحيح اللي تتعدى يزم على تونس. يزينا ما كتصويرة نماطية تقليدية متاع سنوات التسعين. هذي يزم التصوير اللي تتسوق البرق باش الاجنبي كيف يشوفها. هو الاجنبي انا دي ما اقول القرى هو الوتيلي اللي عندك انت في تونس لهو عنده خير منك بعشرة مليون مرم. دهت مزل فلوش. الاجنبي انا في منتدية جربة قابلت الاجنب. حبوا هذي. حبوا الطبيعة انت على تونس. خطر تونس فيها حاجات مش موجودة في بلدين اخر. عندك الغابات. عندك البحر. عندك الصحراء. وعندك الثلش. ايش خير من هكك. وعندك التقس. والله. انا اقول لك متأكد. تونس انا تونس اقول دي ما نكتبه وقول تونس رايجان على وجه الات. اي. اه. دليل. بقوا باللعبية التوالي تحب التبعك وتحب زي ده هي تهز المقفول وتهز اللادوات الكل اللي بش الطيبهم وتمشي للتاب. يا ما فهم اللي يقول لك انا نخاف كيفين تهننا عالسيكوريتي متاعي. اه. شو ناش تخلع. سمحني اللي في المدن. اه. يقول لك معنا انا في الخليل المخلي وكل ك اللي في المدن. يخوف اكثر من اللي في المدن السويل. سمحني انا كيف نمشي غادي ننسى روحي كومبليت مو. شنو فهم غادي في الطبيعة حيواني الساعة اللي نفرح على الاخر انا كي خلي لهم اكلة كيمة كيمة ثعلوبة كيف جيت جي عانا مسكينة شنو عاملت. ابر حيوانيك ما ما صار لكش موقف هكا متاع نار الجواع بيتقلقون. ملول هو ملول شنية. هم ملول وقتها مزالهم يعرفوا شنو المحتوى اني على اساس كوني نحفر على كونوز ولا كاميرا كاميرا في وسط في وسط في وسط غابة وطنجرة واحد دون كفاما ملول صارو لي اشكالي تماما بعد لي الحقيقة ما دي ما واحد ولا يدخل البلاسة ايدي انا انا واحد من ناس خاطرني بيش نتصور انوثق اللي نمشي بامور قانوني اما انتي كتحب تمشي النرمال ما تختار البلايس واضحين معناها سهلين على الاخر اه كرهابتك تدخل تختار البلايسة بيها تحت شجرات وانتي دالي كي تبدأ ماشي بش تصور الفيديو هذي في بلاسة من البلايس تسقصي عليها قبل تشوف قبل تسئل او لا تصدق لا 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 الحقيقة لا الحقيقة مني قلت لك هو جاي الغرام خاطرني انا عنا نعرف برشة بلايس وفما بلايس اكتشفتها مش ضد اترا فير كي نمشي البلايسة نحب نبدل البلايسة اخر دونك عندي فكرة بالبيهة على البلايس وفما بلايسة نحب نمشي لهم اليوم وطو ما زلت ممشيش للصحرة بالبيهة وتما عانت فيها وصورت فيها خاطر ما زلت حاجة يجبنا نعديوها اللي هي الصحرة نصور الصحرة ظروف اصعب بش تكونة اصعب ما يزمك تعيش ها مدى شو نقولك هو هو هذي كله انا اليوم كان ماجيتش عندي غرام مستحيل انكاملتها وثلاثة سنين خاطر شنو الدخل متاعي سفر ما الدخل حد شاين مني فيديو دا سفر او عندي قداش عندي في اليوتوب مايقاربة 12 نالف كان وريقين من اليوتوب لليومة ثلاثة سنين فيه مية وعشرين دولار فيه اكثر من سبعين فيديو فهمت مانيش معامل عليه انا يحرز خطر غرام قتلك وانا نحب كي نهز معايا ولدي تلهي غاديك بيه قبل ما نختم معاك دالي عابير كان عندك سؤال دالي حبيت نسى لك انتي قلت باكزامل ما نش معامل عليه فلوس على خطر غرام ما تشوفش انه فما مرحلة بيش توصل لها انه لازمك تتعدى لتاب اخرى وليزمك تولي تخمف الفلوس مش حتى تحسن في النوعية معنام تاع الفيديو تنجى مثلا انتي تولي تحب تصور حاجة تخلين اباغ تابعة ولي انتي ما نعرش فما خاطر شفت عبيد البرة يخدمه مثلا فما عبيد صور حتى عادي معناه يبدي طيب حتى في طيارة ملفوك وهابت وبالدرون يعني فما حاجة معناها سحي تدخل شو تولي حاجة مهمة فما حاجة اخرى انت قلت الاشهار وانا نوافقك للاشهار في تونس خاصة معناها اللي بخدوين اللي حطوهم في البرامج الطبخ معناه ملعب بالحق نوعا ما وكأنه مقزة ولا صحي تنجم تلقى لها يعني كيفش تصير بها ما غير صحي دونك اسكو انتي صارت لك هذي يعني صارت مرة مثلا كلمك سبانسور حاب يدخل معاك ولا حاجة وانتي اقترحت عليه خاطر انا نعرف اللي فما مثلا فما دي سبانسور كلموك وانتي اقترحت عليهم رو ما نختمش كيف ما انتم قاعدين تخدموا نجمو نخدمو بالطريقة هذي ويذول ما عجبتوه مش لحكاية بان جابك عجب اللوليني اللوليني انا الساعة انا توفر حان برش على خاطرني في ايفيم خاطرني فين كنت في الصورة وفين وليت دونك تساعة هذي حاجة ورتحت منها مع كوتي انتاج اي راديو ايفيم ميرسي انهم ساعة هذي حاجة حاجة ورتحت منه نجيو للاشهار اشهار فما شكون كلمني مرة مقرونة قلت له انا تو معقول تو انا في كنتيني او الدور جاي معايا باكم مقرونة ايجا نعملو حاجة اخرى ايجا انجيانوياك نعملو ثورة تو نس تشيخ عليها جوتي الساشين ردوها خيشة ساشي ردوها خيشة خطرا بعد معاش بتولي ساشي بش نخرجو ماكيجي البيب الاقديمة ذيك الساشي اللي كما كنا نحكيو عليها تزاريه ردوها كل باكو كيك الخيشة اولا كما باكو الورق على فكرة المقرونة قبل ما كانش تبيع في ساشي اترا كانت تبيع بالكيلو وتبيع في باكويت دونك قليلي ازم باكو مقرونة قوت له انا الحقيقة كان انا غدوا نحط باكو مقرونة كما انتي تقول لي قوت له انا قوت له ايجا مزالي تفرج فيها ولا مزالي الشيخ على الكنتينيو وليزمك تقعد مخلص زيدا للفكرة متاعك لحقيقة عقدتك انا مش نقعد من دخلش فلوس وما لا نشكرك برش دالي تالبي مشكركم انتو مزيدا مرحبي بيك في اي وقت دالي دالي اود دور تابو كونسيبتيه سر مزيين على باج اي افم مرسي بوكول ابنيت مرسي عابير زبدودي مرسي خادرا حرب مرسي امير في الاخراج مرسي وي امن خليكم جزت كلمة اخيرة في شكرت الناس كل ما شكرتش صاحبي كريم كوكي اللي هو بالنسبة لي انا صديق وعشير وخو كل شي هو اللي بدي معي املو للفكرة وكني استحق له في الافكار وحتى كريم كوكي حتى كيف نرخ ولا حاجة هو اللي يعطيني كوتبوس دالي يمشي دالي يمشي جرسا كريم كوكي تحيتنا لكريم كوكي بعد شوية بايزار دي في ليل يقبلها يجيكم ما كرم ساعديني في الاخبار باي باي نسكول تشاوة